ستكون بأحوال الطقس مع نوال بالأخضر أهلا نوال أهلا بك سيهم أهلا بكم مشاهدين الكرام إذن سيهم حالة الطقس ليلة اليوم تتحسن الأجواء تدريجيا على معظم المناطق الشمالية مع بعض الأمطار تبقى تشهدها المرتفعات الداخلية الغربية للوطن بالنسبة للمناطق الجنوبية الأجواء ستكون غائمة على الشمال الثورة لكن يبقى صفائعهم معظم المناطق الشمالية للوطن درجات الحرارة المرتقبة ليلة اليوم تبقى دائما منخفضة تتراوح ما بين 14 و 12 درجة أو ما بين 4 و 12 درجة على كل الشمال الجزائري وما بين 9 و 15 درجة بالمناطق الجنوبية للوطن بالنسبة لحالة الطقس يوم غد الأجواء ستكون من مشمسة إلى مغشات جسئيا على غرب ووسط البلاد بعض الأمطار تبقى تشهدها المناطق الشرقية لتتحسن الأجواء تدريجيا خلال الليل مع حركة رياح ستكون من ضعيفة إلى معتدلة نسبيا ممكن أن تصل إلى 50 كم في الساعة على كل الشمال الجزائري بالنسبة للمناطق الجزائري الأجواء ستكون غائمة على الشمال بشمال السورة لكن يبقى تقسم مشمس على باقي المناطق الجنوبية مع رياح تصل إلى 40 كم في الساعة تود إلى تطاير للرمال ورداء في الرؤية على معظم المناطق الجنوبية للوطن درجات الحرارة المرتقبة يوم غد تصل بإذن الله إلى حوالي 19 درجة على الجزائر العاصمة 15 درجة على المدية 14 درجة على البيض 21 درجة على وهران مستغانم 22 درجة على تلمسان 19 درجة على معسكر حتى على عنابة و15 درجة على الصيف بالنسبة للمناطق الجنوبية سجدوا حوالي 24 درجة على منطقة تمنرس 28 درجة على إليزي 22 درجة على الوادي و32 درجة كأعلى مقياس بمنطقة عينكز أما عن حالة البحر اليوم غد البحر بإذن الله سيكون جميل إلى قليل الإطراب على كل السواحل الغربية مع رياح رح تصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة بالنسبة للسواحل الوسطى والشرقية يوم غد البحر رح يكون مضطرب مع رياح لن تتعدى سرعتها 40 كم في الساعة مشاهدين الكرام كان هذا كل ما لدي لحد الساعة شكرا لكم على كرم المتابعة والإصغاء